السلام عليكم ورحمة الله حبيبي طلاب الصف الرابع ساينز معكم مستر طارق مدرس اول ساينز هنطلق مع بعض منهج الترم التاني اول درس ناخد في الاول الكلمات سائق يعني درايفر السواء يعني ايه درايفر السواء هو ماشي عمل حدثة في حدثة يعني يعني حدثة يعني عربتين التصادموا في بعض تصادم يعني ايه تصادم يعني كونفرجن يعني تحويل كونفرجن يعني تحويل محاقق التصادم لما يحصل حدثة في الزابط بيجي بيشوف مين السبب في الحدثة مين الغلطان فمحاقق التصادم اسمه ايه اسمه كراش انفستيجيتور عندك الصورة موجودة فوقها ايه اول رسمة فوق تاني كده كراش انفستيجيتور اللي بيصنع العربيات اسمهم كار مانيفاكتورز تاني كار مانيفاكتورز لوحة عدد السيارات اسمها داشبورد اللي هو عدد السرعة عدد السرعة اللي موجود في العربية اسمه ايه داشبورد يفرغ الهوى زي كده ما يكون عندي الكويتش العربية بفرغه من الهوى دي فلات معرض للخطر اندينجر قوي فورسفول يتنفخ انفلات يتملى بالهوى انفلات غير منتظم ايريجولر غير منتظم ايريجولر نايلون لعبة نيوتن اسمها نيوتن كريدل نيوتن كريدل اللي هي لعبة نيوتن عباره عن كور بتغبط في بعض تمام؟ نيوتن كريدل صوت فرقعة بوبينج ساوند صوت فرقعة بوبينج ساوند راكب باسنجر راكب موصلات او راكب عربية اسمه باسنجر اي عربية بقى فيها تجهزات امان عشان تحافظ على جواها لما يحصل حدثة اسمه سيفتي اكويبمنت يبقى تجهزات امان يعني ايه سيفتي اكويبمنت زي ايه كده زي ايه كده تجهزات الامان زي حزام الامان عجلة القيادة اللي هو دريكسيون اسمه ستيرينج ويل اسمه ستيرينج ويل كرة التدميل اسمه ريكينج بول بص عندك فيه كرة هنا فوق تاني رسمة كرة ضخمة كده الكرة دي لو ما تغبط في المبنى المبنى بيتدمر فبسميها كرة التدمير ريكينج بول هما بيستخدموها برا في دول اوروبا عبارة عن كرة ضخمة جدا كده تتعلق في الوينش والكرة دي تغبط في المبنى فبتوقع المبنى مضرب يعني بات مضرب يعني بات ميزان بلانس يصدم كولايد يصدم كولايد لعبة الكريكت اللي هو الرسمة الثالثة لعبة الكريكت اسمه اسمها كريكت وسادة كجن وسادة كجن تحطم كراش تحطم كراش عشان كده في لعبة اسمها كاندي كراش سلصال كلي وسادة هواية زي الاسم رقم اربعة كده عندي اسمها ايرباج ايرباج يفحص اكزامن يفحص اكزامن مطوي فولد إصابات انجرز قوانين لو كتلة ماس لحظة مومنت البلي اسمه ماربل سوري الكلمة دي ما اسماش فجأة دي اسمها عمود عمود يعني بوست يبقى بوست يعني ايه عمود زي عمود النور كده او عمو حاجة طويلة حساسات سينسور اي عربية بقى فيها سينسور بيطلع صوت ده ما حد يقرب من العربية ايه تاز وبل اسم ايه وبل نبدأ مع بعض بقى في الدرس بتاعنا الجميل دوت energy and collusion collusion يعني انت صادم انا عندي عربيتين هم خبطوا في بعض طب لو انا عندي اوتوبيس كبير جدا وبيجري بسرعة كبيرة جدا وعمل حدثة طب انا هتبع حدثة كبيرة جدا بزي مثلا ما يكون في عربية صغيرة بتجري فبقول ايه بقول كلما زادت كتلت بسرعة السيارة يعني عربية كبيرة جدا زي الاوتوبيس وبيجري بسرعة كلما كانت ضرر الناتج عن التصادم اكبر من السيارة الاقل في الكتلة والسرعة يعني عندي اوتوبيس بيجري بسرعة وعندي توكتوك بيجري يبقى طبعا مين هيعمل حدثة اكبر الاوتوبيس faster and heavier faster يعني سريع more mass object has more energy so it cause more damage عشان كده الاوتوبيس بيعمل حدثة قوية جدا than a slower and lighter object طبعا ما تبقى حدثة اكبر لما يكون في حاجة صغيرة مثلا عربية صغيرة او توكتوك بيجري safety equipment use during closure ايه بقى عوامل الامان اللي موجودة في العربية عندي setbelt هزام الامان وعندي airbag اللي هو الوسادة الهوائية شايفين الوسادتين اللي هو هيئتين دول قبس ضبط او هكون فاكرينهم بيد لا ده مش بيد ايه اللي جاب البيد هنا لا ده مش بيد ده عبر عن وسادة هوائية موجودة جوا العربية تمام شايفين المنظر ده التصادم يعني كلمة closure closure اللحظة اللي فيها العربيتين بيغبطوا في بعض تاني يعني closure moment where to object again moment where to object hit or make contact again moment where اللحظة to object اللي فيها جسمين hit or make contact يعني بيتضموا بعض او يعملوا ايه يعني يغبطوا في بعض enforceful way بطريقة قوية speed and kinetic energy السرعة والحركة of moving object on ramp يعني عندي جسم بيتحرك على منحدر زي جبل can be increase امتى تبقى حركته قوية جدا تخيل معي كده طوبة صغيرة بتنزل من على جبل وطوبة كبيرة جدا بتنزل من على جبل مين فيهم هينزل بقوة اكتر وسرعة اكتر طبعا طوبة كبيرة فبنقول ايه increase the angle of the ramp يعني لو عندي جبل منحدر جامد جدا هيخلي الحاجة تنزل من عليه بسرعة increase the mass of object لو عندي طوبة كبيرة جدا نزلة من على الجبل هتنزل بسرعة وقوة اكبر من طوبة صغيرة يبقى نقول مع بعض increase the angle of the ramp يعني المنحدر بيبقى جامد جدا الجبل الجبل منحدر جامد يبقى الحاجة تنزل معي بسرعة increase the mass الطوبة اللي نزلة من على الجبل مثلا طوبة كبيرة فتنزل بسرعة اكتر لعبة نيوتن هي عبرها عن قوة بتغبط في بعض sum of kinetic energy change into other form فلعبة نيوتن ديت لعبة نيوتن فانا انت بتعمل ايه بتمسك الكرة الاولانية دي كده بتبعدها بعيد وتسيبها تغبط في الجنبها والجنبية تغبط في الجنبها وهكذا فها دي اسمها نيوتن كريدل دي لعبة ايه نيوتن تمام؟ بيقول ايه sum of kinetic energy change into other form of energy الكرة لما تغبط في الجنب بيها بيطلع صوت يبقى sound energy ولو مساكت الكرة دي هتلاقيها سخنة يبقى ثرمة تمام؟ حل مع بعض شوية اسئلة على ال collusion يلا مع بعض لو عربية وقفت فجأة لو انت قادت في العربية وقفت فجأة العربية حتحرك لقدام يبقى move forward ممتاز يبقى لإجابة ايه forward number two add the force أعلم لك عليها واشنة تاخد بالك منها يبقى forward add the force act on an object increase لو انت بتزوء حاجة بقوة رحت انت مزود القوة its ability to do work ايه اللي يحصل؟ increase ممتاز to measure the mass of car to measure the mass of car directly we can use دلوقتي انت عايز ايه تقيس تقل العربية هستعمل ايه؟ scale هو المزان فيه مزان املاق جدا بقيس الحاجات الكبيرة the mass of an object تقل الجسم بيأثر على ايه؟ خد وقته خالص حاجة تقيلة هتأثر على ايه؟ ممتاز effect its potential energy and its kinetic ايه؟ energy a very big truck needs عربية ضخمة كبيرة او شاحنة كبيرة محتاجة ايه؟ very big engine محتاجة محرك كبير نكمل airbag is folded into all the following places يعني ال airbag اللي هي الوسادة الهوائية اللي بتتنفخ لما يحصل حدثة موجودة في كل مكان في العربية معادة خد وقتك ممتاز معادة tires كويتش كويتش حبق فيه سادة هو ايه؟ number seven all the following factors give information about closure between two cars that can be used in a car crash investigation except كل الحاجات دي بتفدني بتديني معلومات عن التصادم معادة معادة ايه؟ gravity gravity مالاش علاقة عشان كل ما كان فيه gravity الارض كلها فيها gravity الجاذبية to stop the movement of an object انا عايز اوقف جسم يعني اخوك الصغير بيجري عليك فانت عايز توقفه you can collide it with another object that has يعني عندك اخوك الصغير بيجري مرة واحدة عليك فانت عايز توقفه فلما تيجي توقفه لازم توقفه بقوة ايه؟ اكبر صح كده؟ يبقى لجابة ايه؟ سامعك بتقول much more kinetic energy ممتاز يبقى دي much more kinetic energy closing usually include يعني التصادم يبقى فيه ايه؟ خد وقتك العربين خبطوا في بعض فيه صوت بيطلع صح كده؟ وفيه حرارة يبقى التصادم بيبقى تشمل ايه؟ ممتاز شايفك بتقول energy transfering and energy transforming تمام؟ نكمل مع بعض number 10 number 10 هنا فيه رسمة فانا ايه؟ هاسبها دلوقتي واخش في number 11 المفروض يبقى فيه رسمة ايه؟ في number 10 فهي مش موجودة فهي خش في 11 على طول the object that is in motion يعني عندي جسم بيتحرك continuous its motion يعني الجسم يفضل يتحرك until something stop it this assessment refer to فكز معي في السؤال ده ودي يقول لك ايه؟ الجسم يفضل يتحرك ايه لان شيء يوقفه صح؟ ده اسمه ايه؟ اسمه قانون الحركة قانون ايه؟ الحركة تمام معي؟ طب السؤال بعد كده بيقول لي number 12 during collision اسناء التصادم the energy of the colloid object الطاقة بتاعت اللي هي نتجة من التصادم مالها؟ الطاقة دي change and transfer بتتحول صح؟ مش انا قلت التصادم بيتطلع صوت وبيتطلع حرارة when the object colloid which is other يعني عندي جسمين خبطوا في بعض ايه اللي بيحصل؟ بيحصل energy بيحصل ايه؟ طاقة تمام؟ all the following factors the kinetic energy of moving car كل الحاجات دي بتمثل الحركة بتاعت الجسم مع هذا؟ يعني كل الحاجات دي بتأثر على حركة الجسم مع هذا ايه؟ طبعا airbag ايه ركة الairbag نكمل the factors that affect the kinetic energy العامل اللي بيأثر في الطاقة الحركية of the object when they move with the same speed عندي جسمين بتحركوا بنفس السرعة ايه الحاجة اللي بتأثر في الحركة بتاعتهم؟ الماس عشان كده قلنا ايه؟ قلنا لما يكون في عندي أوتوبيس بيتحرك وتوكتوك صغير بيتحرك من اللي حركته اكبر او من اللي طاقته اكبر الايه؟ التوكتوك الايه علشان عنده الماس بتاعته ايه؟ كبيرة يبقى العامل اللي بيأثر في الطاقة الحركية الماس عندك طوبة صغيرة بتنزل من عالجبل وعندك طوبة كبيرة جداً من طاقتها اكبر الطوبة كبيرة ليه عشان هي ايه؟ الماس بتاعتها كبيرة يبقى اعلم على في لعبة نيوتن لو انا مساكت الكرة ورفعتها بعيد وسبتها يعني انا مامسك كرة كده وامسك كرة بايدي كده وبعدها بعيد في لعبة نيوتن اللي احنا شفناها من شوية ايه اللي بيبقى موجود جوة جوة الكرة هنا؟ في بوتينشل انيرجي بيتحول الى كينيتك ايه؟ انيرجي تمام؟ يبقى احنا لسا من شوية شفين نيوتن كردل اللي عبت نيوتن اللي هي الكورة اللي عملتها غبط في بعض فانت بتمسك اول كورة بترفحها باين بتسبها لما تيجي ترفحها دي اسمها بوتينشل سيبها يبقى قينيتك يبقى اللي جايبها تبقى ايه؟ ممتاز اللي جايبها تبقى ايه؟ سيفنتين ازا سيمس بيت بنفس السرعة لارج ماس اوبجكت هاز يعني عندي طوبتين بينزلوا من على جبل طوبة كبيرة طوبتين بيقعوا من على الجبل طوبة كبيرة وطوبة صغيرة الطوبة الكبيرة دي توقيتها هتبقى اكبر ولا مش اكبر؟ اه طبعا يبقى عندها ايه؟ يعني عندي جسمين خبطوا ببعض زا انرجي افتر كولوجين دوت زا انرجي بفور كولوجين يترى التوقع تبقى ايه بعد التصادم؟ تبقى اكبر ولا اقل؟ توقع تبقى اكبر؟ تمام؟ فالسؤال ده عايزك بس ايه؟ التعدل فيه اهو مفيش كلمة اكوال مفيش كلمة دي يعني احنا هنمسح لكلمة فانا ايه عايز نقول مسلا ايه؟ اوكي؟ فالسؤال ده هنعدل عليه؟ هنمسح كلمة دي الاجابة هتبقى ايه؟ هتبقى مسلا الدعف مسلا اي طاقة بعد التصادم تطاقة بتزيد يعني عندي مسلا طريق مستوي يعني شاحنة كبيرة ماشي بسرعة يعني عندي عربية كبيرة ماشي بنفس سرعة عربية صغيرة الشاحنة كبيرة هيبقى عندها ايه؟ طاقة كبيرة وكده يبقى احنا خلصنا وان شاء الله المرة الجاية نبدأ في الدرس الجديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته